إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمور مُحدثاتها وكل مُحدثةٍ بدعةٍ وكل بدعةٍ ضلالةٍ وكل ضلالةٍ في النار وبعد في أول خطبةٍ في هذا المبنى العظيم وفي هذا المسجد الذي أسأل الله بأسماء الحسن وصفاته العُلَى أن يجعله منارةً للعلم النافع وملجأً للمؤمنين وأن يجعله إلفةً لأهل الخير وأن يكتبه في ميزان حسنات القائمين على أمره في أول خطبةٍ نتناول آياتٍ عظيمة من سورة التوبة بيَّن الله تعالى فيها شأن مسجدين من المساجد التي كانت في أول هذه الأمة أحد هذين المسجدين أُسِّس على التقوى والآخر أُسِّس على غير مرضات ربي سبحانه وتعالى قال جل وعلا والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبداً لمسجدٌ أُسِّس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم به فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسَّس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسَّس بنيانه على شفى جُرُفٍ هارٍ فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبةً في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليمٌ حكيم هذه الآيات معاشر المؤمنين سبب نزولها كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أن أبا عامر الراهب الذي تنصر في الجاهلية والذي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دعاه إلى الإسلام فأبا قال ابن كثير وتمرد على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يعاديه قال ولما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر قال شُرِق بريقه فأصابه من الغم ما أصابه حتى ذهب إلى مكة وألب أهل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت غزوة أحد ونال فيها ما نال قال ابن كثير لأنه حفر حفراً وغطاها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حفر حفراً بين الصفين فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسقط في حفرةٍ من الحفر وانكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم ولما انتهت تلك الغزوة وعسكر المسلمون في حمراء الأسد وحصل لهم من العز ما حصل لهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمةٍ من الله وفضلٍ لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ذهب أبو عامر إلى الروم فذهب إلى هرقل واستعداه على النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى المنافقين في المدينة وإلى أهل الريب فقال لهم إني آت إلى محمد بجيش لا قبل له به وكذب أراد عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه كما في صيح البخاري من رواية جابر رضي الله عنه ونصرت بالرعب مسيرة شهر فمن عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قبل أن يلتقي به بشهر يصيبه الرعب فأرسل إلى أتباعه وإلى المنافقين قال لهم أبنوا معقلا يجتمع فيه من تعرفونه أي ممن يعاد النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر الإسلام من المنافقين فبنوا ذلك المسجد وأرادوا به الشر وهم على الكفر وأرادوا الضرار بمسجد قباء وأرادوا ما أرادوا مما يغضب الله سبحانه وتعالى قال ابن كثير فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا بنينا مسجدا وإنا نحب أن تصلي فيه ليثبت عند المسلمين أنه من مساجدهم قال ابن كثير رحمه الله فعصم الله نبيه فقال إني ذاهب إني مسافر إلى تبوك أي للغزوة ولكن إذا رجعنا إن شاء الله أي إن شاء الله نأتي إليكم فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك ورجع بعد خمسين يوما وأراد أن يذهب إليهم ليصلي فيه أنزل الله عليه هذه الآيات والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله يجتمعون فيه ويتربصون بالمؤمنين قال الله تعالى بعد أن ذكر شر أفعالهم وذكر وذكر قال بعدها لا تقم فيه أبدا أي في هذا المسجد لا تقم فيه أبدا قال ابن كثير فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعض أصحابه فهدموا ذلك المسجد ثم قال تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم به اختلف فيه أهل العلم فقال بعضهم هو مسجد قباء واستدلوا على ذلك بأدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء أهل قباء سأل أهل قباء ذكركم الله في القرآن فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنعون قالوا نستنجي بالماء قالوا نستنجي بالماء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال أبو العالي رحمه الله تعالى من التابعين قال التطهر بالماء حسن ولكنه التطهر من الذنوب وقال الأعمش التطهر من الذنوب بالتوبة والتطهر من الشرك بالتوحيد هكذا في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وقال بعض أهل العلم هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسس على التقوى واستدلوا على ذلك بحديث في مسند الإمام أحمد من رواية سعد بن سهل الساعد رضي الله عنه قال اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما المسجد الذي أسس على التقوى مسجد قباء وقال الآخر المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا أسأل الله بأسماء الحسنى صفات العلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويأخذ بن واصينا جميعا إلى البر والتقوى إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن سار على ناجه واقتفى أثره وبعده نأخذ من هذه الآيات فوائد الفائدة الأولى أن العمل الصالح وأن الخير لا بد فيه من صلاح الباطن وصلاح الظاهر فلا يكفي صلاح الباطن مع فساد الظاهر ولا يكفي صلاح الظاهر مع فساد الباطن فهؤلاء المنافقون بنوا مسجدا ظاهره الخير تقام فيه الصلوات ويؤذن فيه كما أرادوا فظاهره يرضي الله وباطنه الشر والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولم يكتفوا بالفعل بل أقسموا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفنا إن أردنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون أي فيما ادعوا فلا بد معاشر المؤمنين من مراعاة النيات قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل كما في صيح مسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك هكذا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وفي لفظٍ في البخاري إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما أجر إليه الذي يتعلم العلم ويعلمه يريد الدنيا لا خير فيه إنما يكثر في حجج الله عليه الذي يدعو الناس لا يدعوهم إلى الله وإنما يدعوهم إلى حزبه أو إلى طائفته أو إلى جماعته لا خير فيه الذي يقرأ كتاب الله لا ليتقرب إلى ربه وإنما ليقال قارئ وليقال جميل الصوت وليقال خاشع لا خير فيه ولا في قراءته له لأنه ما أخلص لله سبحانه وتعالى الفائدة الثانية معاشر المؤمنين أن المساجد تبنى للتقوى المسجد يبنى للتقوى إن لم تكن التقوى في المسجد فأين ولذلك أعظم التقوى أن يفر العبد من عذاب الله ليدخل في رحمة الله بفعل ما افترض الله عليه وترك ما نهى الله عنه الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل قال ابن المعتز خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى أعظم التقوى أن يكون العبد على التوحيد على العقيدة الصحيحة قال الله تعالى وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون كيف نتق الله ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين وتذرون أحسن الخالقين من الله ربكم ورب آبائكم الأولين التقوى أن يكون العبد على العقيدة الصحيحة قال معاذ بن جبر رضي الله عنه ينادى يوم القيامة أين المتقون فَيَقُومُونَ فِي كَنَفٍ مِّنَ الرَّحْمَانِ لَا يَسْتَتِرُ مِنْهُمْ هُوَا وَلَا يَحْتَجِبُ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ وُجُوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قالوا لمعاذ رضي الله عنه من المتقون من هم قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلص العبادة لله لذلك لا ينجو العبد من النار إلا بهذه التقوى وهي لا إله إلا الله قال الله تعالى وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا هُمُ الصَّحَابَةَ وَكَلِمَةُ التَّقْوَى هي لا إله إلا الله إذا لقي العبد ربه بهذه الكلمة حرمه الله على النار لا تستطيع نار جهنم بقوتها وبحرها وبأنفاسها وبأقماعها وبطعامها وصديدها وغسلينها القضاء على عبد امتلأ قلبه بتوحيد الله وبتعظيم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري ومسلم من رواية عتبان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قالها من قلبه إذا ألمت به كُربة لا يلجو إلى غير الله لا يلجو إلى الأموات ولا إلى الصالحين ولا إلى البشر ولا إلى الأصنام ولا إلى الجن لا يلجو إلى الحجبات ولا إلى التمائم ولا إلى الأتربة ولا إلى القباب يلجو إلى الله العظيم الرحمن الرحيم الملك سبحانه وتعالى أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون الفائدة الثالث والأخير معاشر المؤمنين أن الله تعالى بيَّن في هذه الآيات أن المساجد كما أنها أُسِّست للتقوى فإن العبد يتطهر فيها يتطهر الطهارة الحسية البدنية فيتوضَّى في المساجد وبعض المسلمين يتوضَّأ في بيته وهذا أفضل ويتطهر الطهارة المعنوية فتجده في المسجد يجلس في ناحية من نواحيه في الصف الأول يقرأ كتاب الله فيمر بآيات الوعيد والعذاب فيبكي من عذاب الله فيطهره الله سبحانه وتعالى يمر بآيات الرحمة فيسأل الله مغفرته ورحمته يمر بالآيات التي فيها ذكر الجنة والوعد والخير فيرجو ما عند الله فيخرج من المسجد دائباً داعٍ إلى ربه منيباً مستغفراً خالٍ من ذنوبه صحيفته بيضاء لا شر فيها ولا إثم لأنه أتى إلى تلك البقعة التي هي حب البقاع إلى الله تعالى المساجد أسأل الله بأسماء الحسن وصفات العلا أن يجعل مسجدكم هذا من هذه المساجد التي ترضي الله سبحانه وتعالى والتي ندخلها بعجرنا وبجرنا ونخرج منها أنقياء طهراء إذا أدركنا الموت متنا خير ميتا أسأله سبحانه وتعالى أن يقسم لنا من خشياته ما يحول به بيننا وبين معاصيه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبداً ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل جنة الفردوس مأوانا ودار قراننا برحمتك يا رحم الراحمين وأسأل الله بأسمعي الحسن وصفات العلا أن يتقبل من القائمين على أمر هذا المسجد وأن يرحم ذلك القاضي أو ذلك الرجل الذي كان سبباً في بنائه وأن يرحم جميع موت المسلمين نربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله